فيلر من وجهة نظرك قسم المباراة إلى شوت أول وشوت تاني أو تلت أول وتلت تاني وتلت تالت إيه رأيك في تقسيمة فيلر في هذه المباراة؟ في الأول طبعا ببارك طبعا لعيبة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ومجلس قدرته والجهاز الفني طبعا بالكامل قدنا مباراة أنا شايف عالية جدا تكتيكيا كان فيلر كمان بحيي جدا لأنه أرى الجيم كويس جدا أرى فريق سان داونز بشكل كبير وفي نفس الوقت كمان أعتقد أنه قطع شوت كبير جدا في خبراته الأفريقية يمكن الناس كتاب جدا لك بتتكلم أن فيلر ما عندوش خبرات أفريقية ما اشتغلش في ماتشاط أفريقيا كتير لكن النهاردة المباراة اللي أعمالها النهاردة دا دليل أنه هو يعني درس كويس جدا أفريقيا درس كويس جدا الأجواء اللي خارج الملعب كمان بشكل كويس ودي بيانت جدا في عدة قرارات خدها النهاردة منها طبعا حتة أنه بدأ بالأفريقيا ودي أنا بحيي عليها بدأ بباجي وجرالدو وإليو ديانج وجونيور أجايي يعني بدأ بالمحترفين بتوع كلهم وأعتقد أنه كان لي وجهة نظر فيها أنه يلعب باللي هم يقدروا يشتغلوا في الأجواء دي ويحتفظ بأوراق ربحة معاه زي حسين الشحات زي وليد سليمان زي عناصر تقدر تأديله التكملة النقطة المهمة جدا نهاردة عملت كمان أنه زي ما قلت لك أسلام في بداية الستوديو قلنا أنه مهمة جدا نادي الأهلي يبقى حريص أن يجيب هدف حريص أن يسجل هدف الهدف هيقتل المباراة بشكل كبير وهو ده اللي حصل من الفاول يمكن إليو باجي لحيط له فرصة كان ممكن يسجل الهدف التالي كمهات كان الماتش فرق كتير لكن الفاول اللي عملوا عليه معلول وقدر أن يجيجون مبكر للنادي الأهلي ده فرق الفرصة كمان متفق اللي أنقذها الشناوي دي كانت يعني عنق زجاجة أو النقطة التحول في المباراة إنما النادي الأهلي النهاردة أدى بشكل كويس جدا